اصدقائي الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشركة العريقة مارسيليس بنز رمز الفخامة والامان في السيارات النهاردة هنتكلم عن اسعار السيارات المارسيليس الجديدة في مصر موديلات 2019-2020 وكل عربية هنتكلم عنها وعن مواصفاتها وامكانياتها وسعرها هحاول اكون مختصر وهتكلم بسرعة علشان الفيديو مايطلش والناس تزهق ولو عجبك الفيديو ممكن تضغط على زر اعجبني وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل جديد نبدأ على بركة الله اسلسلة مارسيليس اسم يفوق في قيمته وزن سياراتها دهب فهي شئنة ما بين الرقم الاكبر في عالم السيارات ولا توجد شركة في العالم تتمتع بقوة اسم مارسيليس واكيد الشركة الارمانية لم تبلغ القمة سهوا او لضعف المنافسة مثلا فقد وصلت الى ما وصلت اليه بفضل انتاجها لاجيال من السيارات الرائعة والخالدة والعالية التقنية والسابقة العصرها والصلبة في بنائها وخير مثال وعنوان لمرسيليس هي فئة اي اللي ظهرت للعالم في العام 1953 لتتبوأ الصدارة في فئة سيارات سيدان الكبيرة والفقمة الفئة اي هي سيارة سيدان توفر جميع اجيالها سيارة من الحجم الكبير المحترم مع رحابة داخلية ومواصفات وتقنيات سابقة العصرها ترضي جميع مالكيها من رجال الاعمال والعائلات دون نسيان التصميم والجودة كما انها تميزت دائما بتوفرها لعدد كبير من الخيارات المتعددة على صعيد المحركات والاشكال الخارجية والكماليات الداخلية والتجهيزات واعتمدها نظام الدفع الخلفي في جميع اجالها بدون استثناء الجيل الاول من اي طرح وكما ذكرنا عام 1953 استمر في الانتاج لغاية عام 1962 وبيع باسماء مختلفة اي 180 اي 190 وتميز بشخصيته وحضوره وخطوطه الدائرية النعمة وكمعظم سيارات عصره كانوا اقتها اصغر طرازات مارسيليس اي انه في مكان طراز سي كلاس حاليا كونو سيدان وتم فيما بعد طرح نسخة مكشوفة منه اما بالنسبة للمحركات المتوفرة فيه فهي بنزين وديزل من 4 استوانات وبسعة 1.8 لتر و 1.9 لتر كما تم اطلاق نسخة مزاودة بمحرك من 6 استوانات فيما بعد وحققت كلال حياتها نجاح طيب ومبيعات بلغة 442.963 سيارة سيدان بالاضافة الى 25.881 سيارة كوبيه وفي العام 1961 قامت مارسيليس بعرض الجيل التاني من الفئة اي اللي اكتسب بعض من الخطوط الحد والقوام الممشوق واستمروا في الانتاج لغاية عام 1968 مع مبيعات بلغة 628.282 سيارة كما تميز ايضا بتعدد محركاته وتجهيزاته الداخلية ومع نهاية عام 1968 قدمت مارسيليس درس للعالم مع الجيل التالت بكيفية تطور الاجيال مع مرور الزمن وتفوق هذا الجيل بقاعدة عجلاته اللي مسلت وقتها ثورة بتقنية تصنيعها واعتمادها لانظمة تعليق حديثة واستمرت هذه القاعدة في الاستخدام لدى مارسيليس على اكتر من طراز حتى التمانينات الى ان اطلقت مارسيليس قاعدة عجلات جديدة بانظمة تعليق خلفية بتتكون من ازرع متعددة اللي هي المالتي لينك اللي شغالين بها دلوقتي من جهة اخرى اعتمد وللمرة الاولى في هذا الجيل نظام حقن الالكتروني بالكامل على بعض المحركات اللي تراوح ساعتها ما بين 2.13 لتر الى 3 لتر وجرى ايضا استخدام الاضواء الخلفية العريضة اللي بتحتوي على خطوط نفرة وظاهرة للمرة الاولى لتصبح رمزا لمرسيليس ما زال مستخدم ليومنا هذا ومع كل هذه العلامات المميزة للجيل التالت كان ولابد من ان يحقق نسبة مبيعات مرتفعة وصلت 1.919.056 سيارة لتكون في وقتها اكتر سيارات مرسيليس مبيعا عبر ماضيها وتوزعت المبيعات ما بين 1.852.000 سيارة سيدان و 67.048 سيارة كوبيع علما بان الشركة الالمانية قامت مع هذا الجيل بصناعة الفئة اي للمرة الاولى خارج المانيا في بريطانيا وجنوب افريقيا وصلنا لجيل الرابع الجيل المرسوم في زاكرة معظمنا كرمز للنجمة السلاسية اواخر التمانينات وخرج من خطوط انتاج المصانع الالمانية عام 76 في مبيعاته سلافه صنع منه 2.696.915 سيارة وزعت ما بين 2.397.514 سيدان و 99.884 كوبيع و 199.517 ستيشن للمرة الاولى ايضا في الفئة اية علما بانها المانيا 100% اي انها لم تصنع خارج قواعد مرسيديس في المانيا الغربية والنوع ده اللي بنسميه في مصر التمساح وجيت دور على الجيل الخامس اللي مازال مصنف الى اليوم في سؤنها كاحد السهارات الفقمة والنفيسة الجيل اللي بيعتبر من اكتر اطرازات مبيعا في تاريخ مرسيديس على الاطلاق وبيصنفه بعض الخبراء في العالم بانه اخر سيارة صنعت بصلابة ومتانة ومواد عالية الجودة في العالم وما ميز هذه الفئة عن اسلفها انظمة التعليق المتطورة وقتها من القائم الانضغطية مكفرسون والنوابض الحلزونية وهي صنعت بنسخة كوبيع ايضا وستيشن والاخيرة دي تزودت بانظمة تعليق خلفية ممثلة لانظمة استيروين الزاتية التعديل وصدمت مارسيديس العالم مع الجيل السادس والاضواء الدائرية المزدوجة اللي كانت بداية عصر جديد لمارسيديس مازال مستمر اليمنى هذا وبيعت منها نسخة الستيشن والسيدان فقط باسم اي اللي منسميها في مصر مارسيديس عيوني انتقلت رحها الى معظم شقيقاتها من مارسيديس زي سي كلاس و سي ال و سي ال كي على سبيل المثال وظهرت منها النسخة الامجي رياضية عام 1996 للمرة الاولى باسم اي 36 وعام 1998 طرحت مارسيديس ال اي 55 ام جي بمحرك في 8 بسعة 5 و 4 من 10 لتر و 24 سباب وبقوة 354 حصان علما بان للمرة الاولى استخدمت مارسيديس محرك ال V6 عوضا عن ال ال 6 المتتالي كان في هذا الجيل كما جهزت فئة اي في العام 2000 بشاشة ملاحة بنظام متعدد الوسائط وتم استبدال الجيل السادس سنة 2002 بالجيل الحالي اللي مازال ينتج الى الان ويصنع وللمرة الاولى في كل من المانيا والنمسا ومصر وايران والصين وماليزيا ويتمتع بزروة تقنيات العصر وقد وصل اليوم عدد سهارات المنتجة من الجيل الاخير الى 1.5 مليون سيارة ما بين 1.270.000 سيدان و230.000 ستيشن ونسبة 25% منها اتبعت في المانيا والولايات المتحدة الامريكية اللي تعتبر اكبر اسواء العالم ليصل الانتاج مارسيديس عبر التاريخ الى 12 مليون سيارة وطبعا الرقم ده اكتر بكتير من مجرد رقم فهو رقم بتطمح لتحقيقه كثير من الشركات المرموقة من طرازاتها الشعبية الصغيرة عبر التاريخ اما مارسيليس بقى فنجحت في تحقيق من الطراز غالي وكبير لتثبت للعالم بان الفئة اي ليست مجرد سيدان خالدة عبر التاريخ او حتى رمز للسيارات السيدان اي كلاس الجديدة بتحمل الرمز الكودي دابليو 213 داخل عائلة مارسيليس بينز وتمثل السيارة نهج جديد في عائلة اي كلاس بترك تصميم المصابيح الامامية الربعية والعودة للشكل المعتاد في باقة اطرازاتها ظهر هذا التوجه بداية من عملية تحسين الشكل اللي مر بيها الجيل الماضي عام 2014 ليبدأ هذا الجيل بتصميم هو الاول منذ اطلاق اي كلاس الجديد في التصميم ابعاد العربية 4 متر 92 سنتي ده طولها متر 85 عرض ارتفاعها عن الارض متر 46 سنتي وبقاعدة عجلات 2 متر 93 سنتي مساحة التخزين الخلفية في شنط السيارة بتبلغ 540 لتر ووزنها تنه 480 كيلو جرام للطراز اللي هو الـ E180 وطنه 580 كيلو جرام لطراز الـ E300 المحرك ونائل الحركة بيتم تقديم مارسيليس اي كلاس محليا بمحركين مختلفين في مصر فئة الـ E180 بمحرك 1600 سيسي 156 حصان عند 5300 لفة في الدقيقة وعزم 250 نيوتين متر ما بين 1250 لفة و 4000 لفة في الدقيقة وفئة 300 دي نزلة بمحرك 2000 سيسي بخضرة 245 حصان وعزم 370 نيوتين وعزم 370 نيوتين متر كلا المحركين مرتبطين بناء الحركة اوتوماتيك هو الاول من نوعه في العالم مكون من 9 سرعات طراز 9G ترونيك بالنسبة للأداء واستهلاك الوقود المحرك 1600 اللي هو بتاع الـ E180 ده 1600 سيسي في طراز E180 بيستطيع الوصول من السبات للـ 100 كيلو في 8 و 10 سنية وبيبلغ متوسطة استهلاكه 6 و 2 من 10 لتر لكل 100 كيلو فيما يستطيع المحرك الـ 2000 سيسي اللي هو بتاع الـ E300 الوصول الى 100 كيلو في 6 و 18 سنية وبيبلغ استهلاكه الوقود 8 و 2 من 10 لتر داخل المدينة 5 و 2 من 10 لتر على الطرق السريعة يعني الدورة المجمعة بتاعته 6 و 2 من 10 لتر ده متوسطة استهلاك البنزين لكل 100 كيلو متر اما الكماليات الـ E-Class الجديدة يتم ترحاها ب 6 فئات من التجهيزات اطراز E180 في مصر اللي هي نسخة من الـ E2 في الخارج وموجودة في مصر ومنها 4 فئات نازل منها الأفانجارد والإكسكلوسيف والبريميوم والـ AMG اسعارهم في مصر كالتالي الـ E180 بريميوم سعرها 1.110.000 ولو هتشتريها قصة على 5 سنين بمقدم 20% هيكون المقدم 222.000 والقصة الشهري 25.443 جنيه على 60 شهر الـ E180 أفانجارد سعرها 1.240.000 ولو حبيت تشتريها قصة على 5 سنوات بمقدم 20% هيكون المقدم 248.000 والقصة الشهري 28.423 جنيه على 60 شهر الـ E180 AMG سعرها 1.520.000 جنيه مصري ولو هتقصت على 5 سنوات بمقدم 20% هيكون مقدم 304.000 والقصة الشهري 34.841 جنيه على 60 شهر بالنسبة للـ E180 Exclusive ودي سعرها 1.520.000 ولو هتقصت على 5 سنوات بمقدم 20% هتدفع مقدم 304.000 وإست شهري 34.841 لمدة 60 شهر أما اطراز الـ E300 نازل منها في مصر الكوبيه AMG والكابرليه AMG وأسعارهم في مصر كالتالي بالنسبة للـ E300 كوبيه AMG سعرها 1.995.000 جنيه مصري ولو هتشتريها قصة على 5 سنوات بمقدم 20% وإست شهري 45.729 جنيه على 60 شهر بالنسبة للـ E300 كابرليه AMG سعرها 2.095.000 ولو هتشتريها قصة على 5 سنوات بمقدم 20% هتدفع مقدم 419.000 وإست شهري 48.021 على 60 شهر وصفات الـ E180 الأساسية ساعة المحرك 1595 ناقل الحركة أوتوماتيك عدد نقلاته 9 عدد السلندرات 4 عدد سبابات 16 حقن الوقود إلكتروني العزم الأقصى 250 نيوتر متر عند 4000 لفة قوة المحرك 156 حصان عند 5300 لفة التسارع من 0% في 98 من 10 من الثانية نوع الدفع خالفي عدد مقاعد 5 عدد الأبواب 4 متوسط سهلاك الوقود 6.2 من 10 لتر لكل 100 كيلو ساعة خزان الوقود 66 لتر ارتفاع سهارة عن الأرض 15.5 سنوات نوع الوقود الذي ينصح ببنزين 95 السرع قصة 228 كيلو متر وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي نظام فرامل ABS توزيع إلكتروني للفرامل EBD برنامج توازن الإلكتروني ESB نظام إيموبلايزر ضد السرقة جنود رياضية 17 فوانيس ضباب أمامية وخلفية مريات جانبية كهربائية طي المريات الجانبية كهربيا شراب بالمريات الجانبية إضاءة المصابيح زنون مصابيح أمامية حساسة للإضاءة تحكم بالمصابيح الأمامية عن طريق عجلة قيادة إضاءة المصابيح الأمامية لد هي والخلفية النظام الزكي لركن السيارة نظام صوتي كامل بسماعات موزعة 360 درجة في مشغل أقراص مدمجة M3 و DVD مدخل USB بلوتوس مساند رأس أمامية وخلفية زجاج كهربائي أمامي وخلفي التحكم بالزجاج باللمسة واحدة في تحكم عن بعض في غلق وفتح الأبواب التحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيك فرش جلد نظام زر التشغيل وإيقاف المحرك فتح سقف بانوراما كاميرا خلفية كمبيوتر رحلات نوع عجلة القيادة الإلكتروني أزرار للتحكم بكل وظائف السيارة من عجلة القيادة مسبت سرعة عجلة قيادة من الجلد أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية قفل مركزي للأبواب صوت تنبيهي في حارة عدم غلق السيارة حامل أكواب أمامي وخلفي مساند يد أمامية وخلفية مساند يد الأمامي مكيف فيه درج تخزين أمامي فيه مخارج كهرباء مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار نور بالشنطة الخلفية كشفات أمامية حساسة للإضاءة مساحة الشنطة الخلفية 540 لتر ويوجد بها حزام أمان خلفي بالنسبة لمواصفات سيارة E300 الأساسية ساعة المحرك 1991 نائل حركة أوتوماتيك عدد نقلاته 9 النمط كوبي أو كابورلي عدد سيلندرات 4 عدد صبابات 16 تشتغل بحقن الوقود الإلكتروني العزم الأخصى لها 370 نيوتن متر عند 4000 لفة قوة المحرك 245 حصان عند 5500 لفة تسارع بتاحها من 0 إلى 16 سنة نوع الدفع خلفي وعدد المقاعد 4 عدد الأبواب 2 متوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر عند 100 كيلو ساعة خزان الوقود 66 لتر الارتفاع عن الأرض 15 سنطي ونص نوع الوقود ينصح به بنزين 95 السرعة القصوى 250 كيلو متر وسائد هوائية للسائق والركب الأمامي الكراسي كهربائية نظام فرامل ABS توزيع إلكتروني للفرامل EBD برنامج التوازن الإلكتروني ESB نظام إيموبلايزر ضد السرقة زنوط رياضية مقاس 19 فوانيس ضباب أمامية وخلفية مريات جانبية كهربائية طيل مريات جانبية كهربيا إشارات بالمريات الجانبية إضاءة المصابيح زنون مصابيح أمامية حساسة للإضاءة تحكم بالمصابيح الأمامية عن طريق عجلة القيادة إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية نظام الزاكي لركن السيارة نظام صوتي متكامل 360 درجة مشغل أقراص مدمجة MP3 و DVD مدخل USB فيها بلوتوس مساند رأس أمامية وخلفية زجاج كهربائي أمامي وخلفي تحكم بالزجاج بلمسة واحدة تحكم عن بعض في غلق وفتح الأبواب تحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيكي برش جلد نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك فتحة سائف بانوراما كاميرا خلفية فيها كمبيوتر رحلات ضرارة تحكم في جميع وظائف السيارة من عجلة القيادة فيها مسبت سرعة عجلة قيادة من الجلد فيها أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية إمكانية طي ضهر المقاعد الخلفية إفل مركزي للأبواب فيه صوت تنبيه في حالة عدم غلق السيارة حامل أكواب أمامي وخلفي مساند يد أمامية وخلفية مساند اليد الأمامي مكيف درج تخزين أمامي مخرج كهرباء مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار فيه نور بالشنطة الخلفية كشفات أمامية حساسة للإضاءة مساحة الشنطة الخلفية 425 لتر وبها حزام أمان خلفي مساحة الشنطة الخلفية 525 لتر مساحة الشنطة الخلفية 525 لتر شكرا لكم لحسن المتابعة وأتمنى يكون الفيديو مفيد وإلى لقاء آخر من سلسلة مارسيز بنز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته